اهلا بكم مشاهدين الكرام الى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص في السادس من كانون الاول الماضي اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدسة عاصمة لدولة الاحتلال والبدأ بنقل سفارة بلاده الى المدينة المحتلة ما اثار غضبا عربيا واسلاميا وقلقا وتحذيرات دولية واعقب هذا الاعلان ردود فعل شعبية في عواصم عربية واسلامية وحتى غربية وفي الاراضي الفلسطينية انتفض الشعب الفلسطيني في مواجهات غضب ورفض لهذا القرار الذي جاء بعد مئة عام من وعد بلفور من خلال المسيرات والمواجهات الحدودية لنبحث اكثر في تداعيات قرار ترامب على القضية الفلسطينية برمتها والخيارات الفلسطينية لمواجهة هذا القرار نرحب برئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور نواف التكروري اهلا بك دكتور اهلا بكم حياكم الله لو اجرينا بداية قراءة شاملة لتطورات المشهد في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس بعد مرور اكثر من شهر على قرار ترامب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين بالتأكيد أن الجريمة التي اقترفها ترامب بإعلان القدس المسلمة العربية عاصمة للكيان الصهيوني لن يقف شعبنا في مواجهتها ولم يقف مكتوف الأيدي بل إن الكيان الصهيوني يواجه الآن انتفاضة ثالثة ربما تتطور وتتدحرج وتعلو تيرتها يوما بعد يوم فمنذ هذا الإعلان في هذا الشهر ربما تجاوز عدد الشهداء عشرين شهيدا والجرحى وصلوا إلى الألف وفي كل يوم هناك مواجهات في مدينة القدس مع الاحتلال الصهيوني وفي كل أنحاء فلسطين حتى في غزة التي لا يستطيع أهلها من الحصار أن يخرجوا ولا أن يأتوا هناك حراك مستمر وفي الضفة الغربية وفي مدنها في كل يوم لا نقول في كل جمعة وإنما في كل يوم هناك مواجهات حقيقية ولعل العالم يشهد ذلك الآن في بالأمس في جنين وفي بيت لحم وفي الخليل وفي كل أنحاء فلسطين إضافة إلى حراك أهلنا في الثمانية وأربعين أيضا وتفاعلهم مع هذه القضية أعتقد أن ترامب بإعلانه هذا قد ساق على الكيان الصهيوني انتفاضة ثالثة وبترحيب نتنياهو بهذه الجريمة لماذا دكتور؟ ما الذي يعنيه هذا القرار؟ وما هي قطرته عمليا؟ هذا تجديد وتأكيد للاعتلال وإعلان من أمريكا التي كان البعض منها حتى من أبناء جلدتنا مع الأسف يمني نفسه بأنها شريك أو وسيط نزيه لما يسمى بالسلام إعلان منها عن يهودية فلسطين هذا اعتداء على مقدسات الأمة هذا الإعلان عن الكدس عاصمة للكيان الصهيوني هو إعلان اعتداء على مقدسات الأمة وليس على الشعب الفلسطيني وبالتالي أنا أقول هنا إن الاعتداء الواقع في إعلان ترامب ليس اعتداء على الشعب الفلسطيني وحده بالتأكيد هو اعتداء مركز على الشعب الفلسطيني ولكنه اعتداء على مقدسات الأمة هذا الكدس الثالث أقدس بقاع المسلمين بعد مكة والمدينة ثاني موقع وضع مسجد وضع في الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إغلال للظروف التي تعيشها الأمة من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل أمريكا لترسيخ وجود الكيان الصهيوني وبدأ بعد ذلك لم يتوقف الموضوع عند هذا الإعلان وأنا أعتقد أن هناك قطوات عملية يكون بها الآن الكيان الصهيوني في محاولة السيطرة وترسيم والآن رفع إلى ما يسمى بالكنيسة الصهيونية البرلمان الصهيوني مشروع قرار بضم المستوطنات في الضفة الغربية وثم أعلنوا في الكنيسة الإسرائيلي بأن الكدس خارج التفاوض هذا من تداعيات هذه الجريمة الحقيقة التي اقترفها ترامب والحقيقة هذا يحتاج إلى إجابة أن التفاوض مع الكيان الصهيوني هو خارج العدالة وخارج الحق وخارج ما دام يحتل أرضنا ومقدساتنا الكيان الصهيوني كلهم نحن لا نتكلم الحقيقة عندما نتكلم عن نقل العاصمة وكأننا ربما البعض يفهم أننا نحن نعترف بعاصمة له فيما يسمى تل أبيب أو هي في الحقيقة تل الربيع لا الحقيقة هذا الكيان الصهيوني قام على الغصب وأنا أعتقد أن الظرف القاسي الذي تمر به الأمة لا ينبغي أن يخفت فيه صوتنا ولا أن نقدم فيه تنازل عن الحقيقة واضحة ناصعة الصوت دكتور في العالم العربي خلال هذا الشهر كان ربما مرتفعا خلال هذا الشهر أنا منشهد تظاهرات واحتجاجات في عواصم عربية وأسلامية وحتى غربية صحيح هل كانت بالمستوى المطلوب؟ شوف هناك حراك يعني يعبر عن حياة الأمة وأن الأمة ترفض هذا لكن الحقيقة ما زال هذا الحراك عاطفي لم يعبر عن الواجب العملي بشكل كافي الذي ينبغي أن تقوم به الأمة بالتأكيد أن يعني انشغالات الأمة وقضاياها الكثيرة والظروف الصعبة التي تمر بها في مواقع عدة ربما هو الذي يعني جعل ترامب يقدم على هذه الجريمة لا سيما في ظل الخلاف الخليجي الذي اعتبره فرصة وأصبح هو المصلح والذي يتسابق الجميع لإرضائه فرأى أن هذه فرصة ربما وربما يكون أكثر من ذلك هذا الموضوع الحراك في العالم العربي والإسلامي ما زال عاطفيا كما تفضل بالتأكيد ما زال لحد الآن عاطفي وإن كان يعبر عن يعني نحن ننظر إلى جهة الأمل فيه والخير وهو أنه يعبر عن حياة الأمة وأنها لا يمكن أن تتخلى عن كدسها ومصر نبيها صلى الله عليه وسلم وبالتالي وجدنا حراك يعني نحن هنا في هذا البلد التركيا في كل يوم في عدد من المحافظات حراك حقيقة في ماليزيا أنا كنت في ماليزيا قبل أيام الحراك مستمر في كل ولاياتها في العالم العربي كما تفضلت في الغرب حتى لكن هل هذا الحراك يكفي ويحقق الغرض المطلوب؟ بالتأكيد أنه بهذه الوتيرة لا يكفي ويبد أن يتصاعد أنا أقول أولا لا بد أن يستمر ولا يخفت لأنه ترامب عندما أقدم على جريمتي هذه يراهن على أن الأمة بعواطفها ستتحرك شهر سبوعين ثلاثة شهر شهرين ثم ينفذ المشروع نحن نريد أن نقول يجب أن يتوقف هذا المشروع بل يجب أن يتراجع لأنه ليس مطالبنا هي إنهاء نقل السفارة الأمريكية إلى الكدس وحسب بل هو إنهاء العدوان والاحتلال الصهيوني برمته لأنه عدوان على أمة وعلى شعب لو ذهبنا إلى الحراك داخل الأراضي الفلسطينية هل هو عاطفي أيضا؟ والله شوف في داخل فلسطين لا يمكن أن يسمى الحراك عاطفي فقط لأنه ميداني وعملي وهو مواجه وهو تضحيات مادام شعبنا يقدم التضحيات ويسقط الشهداء والجرحة وهو لا يفتر بل في كل يوم يتزايد فنحن طبعا العاطفة موجودة وليست مرفوضة يعني نحن العاطفة لسنا ضدها وبالتأكيد تحركنا عقيدة وتحركنا عاطفة ويحركنا حق ويحركنا أمور والعاطفة جزء من المحركات التي لا تنسى ولا ينبغي أن لا تقتصر الأمور على العاطفة مهم أن لا تكون العاطفة هي بدايتنا ونهايتنا ومجرد أن أخرج من مسيرة فأعتبر نفسي قد أديت الأمانة وكمت الواجب وانتهت مهمتي هذا هو الخطر وأنا أعتقد أن وضعنا في داخل فلسطين الشعبي الآن نتكلم عن وضع الشعبي لا يمكن أن يقتصر على العاطفة قهر ثم الدماء وتجروا الاستمرار ليس كما يتوقع الكيان الصيوني أن قمع شعبنا يؤدي إلى تراجعه بل بالعكس نحن رأيناه على مدار التاريخ أنه كلما ازداد العدو عن جهية وإجراما كلما ازداد شعبنا تمسكا بحقه وانطلاقه ورأينا أنا أعتقد أن الكيان الصيوني يعني لم يحسب جيدا رأينا قبل سبع أشهر ست أشهر عفوا في الشهر السابع 14-7 إلى 29-7 كيف أن هذا الكيان الصيوني عندما كان حاول الاعتداء على القدس أن شعبنا وقف بكل ما لديه من إمكانيات ولم يبالي بتضحيات وأن التراجعات الصيونية المتدرجة لم تغريه عندما حاول أن يضع بوابات كان بداية الأمر يريد أن لا يدخل أحد إلى القدس ثم قال نضع بوابات وندخلكم إلى القدس وسقطت البوابات وسقطت البوابات وسقطت الكاميرات وسقطت كل شيء بتصميم شعبنا والحقيقة هنا أقول أنا لأهلنا وللأمة ليس بتصميم شعبنا وحدهم تصميم شعبنا عنصر أساسي ورأس الحربة وأيضا تفاعل الأمة أنا أقول للمستمعين والإخواننا المسلمين والصادقين والإنسانيين في العالم إن أهلنا في الكدس يقولون وهذا نسمعه منهم مرارا والله عندما تكل عزائمنا ونتعب عندما نرى مسيرة في إسطنبول أو في كولا لنبور أو في أي محافظة من محافظات بلاد المسلمين وعاصمة من عواصمهم والعالم نخجل على أنفسنا ويقول لا بد لنا من الاستمرار وبالتالي أنا أعتقد أن دور الأمة كبير وهو داعم وليس داعم مشارك حقيقي للدفاع عن مسألة الكدس اليوم ربما مسألة البوابات بالنسبة للاحتلال ربما هي مسألة مهمة لكن لا يمكن أن نقارنها بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل يعني إذا تنازل عن البوابات فلن يتنازل على الأرجح عن موضوع القدس عاصمة لكي ولذلك لم يكفيه أسبوعين نعم ولذلك لم يكفيه شهر من المؤمن الحقيقة بالتأكيد شوف العدو الصهيوني كل هذه خطوات أساسية لديه يريد أن يصل إلى هدم المزل الأخصى المبارك يريد إلى إقامة هيكله المزعوم يريد تهويد فلسطين وليس الكدس وعدها يريد تهويد ويريد أن يحتل عماء ويريد أن يحتل القاهرة وهو قال أو عبر عن ذلك ولم يتراجع والذي أوقف وأنا أقول للأمة أن الذي يدافع عن عواصمكم هو مقاومة شعبنا في داخل فلسطين ولذلك الذي أوقف الكيان الصهيوني هو هذه المقاومة وهو بالتأكيد عنده أولويات وموضوع البوابات هي من السيادة على المسجد الأخصى وهي أساسية لديه لأنها خطوة من خطوات هدم المسجد والتقسيم الزماني والمكاني المؤقت ثم بناء الهيكل المزعوم ولكن الحقيقة بالتأكيد مسألة مثل إعلان يهودية الدولة أو عاصمة أكبر مستعد أن يضحي أو أن يستمر ولكنه كيان يقوم على العدوان والظلم والقائم على الظلم والعدوان لا يستطيع أن يستمر حتى إلى ما لا نهاية بينما صاحب الحق أهلنا في نحن وأهلنا وأمتنا صاحب الحق في الكدس أنا أريد أن نركز على هذه النقطة ليس أهل بيت المقدس وحدهم وليس الشعب الفلسطيني وحده وليس الأمة العربية وحدها كل هؤلاء معنيون والأمة الإسلامية معنية بل كل منصف في العالم معني لأن هذا الكيان الصيوني إذا أتيح له التوسع لا يقف عنده حدود الحراك الذي تشهده الأراضي الفلسطينية هل يرقى لنسميه انتفاضة؟ بطريقه إلى ذلك بالتأكيد أن انتفاضة الكدس بدأت انتفاضة الأقصى السابقة عام 2000 عندما دخل الشارون بدأت بقريب من هذا هو حراك شعبي في مناطق عدة بالتأكيد أن القمع الصهيوني أكبر وأن مع الأسف أن التنسيق الأمني السابق أضعف المقاومة وبالتالي حرارة الانطلاق لا توازي ما كانت عليه في المرات السابقة التنسيق الأمني ما زال مراجعا من شعبنا ما الذي يجعلك متفائلا في ظل استمرار التنسيق الأمني الآن؟ شوف التنسيق الأمني سيسقط أصحابه بل أنا أعتقد أن ودعوتي لهم دعوة أخ ناصح أن هذا أن القرب من الكيان الصهيوني والترتيب معه والتفاوض معه والجلس معه على طاولة المفاوضات لهذا الظرف هو يسقط فاعليه وشعبنا الآن هو يرى عملية التهويد بعينيه بل يرى أمريكا التي كانت تعول عليها المفاوضون ويعول عليها مصلحا ومعيدا لبعض الحقوق ألا يراها تعلن يهودية الكدس وأنها عاصمة الكيان الصهيوني أعتقد أن هذا يجعل شعبنا يرفض رفضا قاطعا ونصيحتي للإخوة لا يجوز شرعا أتكلم شرعا وأنا شيخ طبعا ورجل علم ورئيس هيطة ما فلسطين في الخارج وواجب أن أبين الحكم الشرعي لا يجوز شرعا هذا بل هو جريمة سابقة نعم وازداد جرمه الآن لأن شعبنا يحتاج أن يكون طليقا من التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني ليتمكن من الاستمرار في انتباضته ومقاومته ودفاع الكدس وأنا أعتبر التنسيق الأمني خيانة للأقصى وخيانة للكدس وإضاعة للمقدسات هذه جريمة كبرى أنا أناشد الإخوة في السلطة الفلسطينية إلى إنهاء هذه المهزلة وربما هذا مرجح دكتور ربما هذا مرجح خاصة عندما نقرأ تصريح مستشار رئاسة الفلسطينية نبيل شعب لأن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير ستبحث إلغاء اتفاق أسلو وسحب الاعتراف بما يسمى إسرائيل وهذه التصريحات لم نكن نسمعها من قاضة السلطة ربما وهم عقود خلق وقالنا في سلطة من هذا الشعب وينتموا إليه بالتأكيد أنا في تقديري وقع في أخطاء كثيرة وكبيرة وماضية ولكنهم وقد بان لهم لمن لم يكن يرعى بان اليوم ما هي حقيقة هذا الصراع وما الذي تريد أمريكا من وساطتها فيما يسمى بالسلام أعتقد أنه بان لهم وأنا أشد على أيديهم وأدعوهم إلى تنفيذ هذا المشروع هم وكل فصائل شعبنا إلغاء منظمة التحرير الفلسطينية كلها تلغي هذا الاتفاق فإنه لم يجر على شعبنا أي مصلحة معتبرة حتى إفراج عن المعتقلين حتى الإفراج عن الأسرة لم يتحقق من خلال أوسلو إلا من قاربت أوقاتهم على الانتهاء وأعداد محدودة بينما بعملية مقاومة واحدة سواء في ماضي التاريخ في فتح ولا حتى من القيادة العام ومؤخرا من حماس أدت إلى الإفراج عن مئات بل آلاف أحيانا بينما لم يجر هذا التفاق حتى في هذه المسألة التي هي ليست أساسية عندنا يعني احتجاز الكيان الصهيوني لأسرة ليس مسألة أساسية إذا استقر شأنه ويمكن أن يفرج عنه ومع ذلك هذه لم يقدم فيها تنازل بالتفاوض ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز واصف هؤلاء أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرة ما يعطون شيء فما الحل يا رب العالمين ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة المقاومة الخوف يجب أن يخاف عدونا يجب أن يخاف ربما يقول قائل هذا اعتباط ما الذي يخيف عدوه مدجج بكل أنواع السلاح رأينا أنا أعتقد أن عندنا أمثلة عملية كيف خاف عدونا من مجموعة مقاومة غزة هي أصغر بقعة احتلها عام 1967 من سبع دول عربية ومن سبع دول عربية احتلها عام 1967 وقف على أبوابها 51 يوم لم يستطع أن يدخل حتى انتفاضة شعبنا لم توقف انتفاضة المساجد الأولى ولا انتفاضة الأقصى الآن لم توقف إلا مع الأسف بالتنسيق الأمني وتدخل اتفاق أوش لأوقف انتفاضة الحجارة أو المساجد التي كانت والتنسيق الأمني أوقف انتفاضة الأقصى طيب اليوم ربما الموضوع مختلف يعني منتصف الشهر الحالي اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة تحرير بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لأول مرة هل يمكن أن تجمع هذه المظلة جميع الفصائل؟ هل سنشهد هذا اليوم برأيه؟ المفروض أن الظرف القائم والقاهر والعدوان الإجرامي وهذه الإعلانات المفروض أن الخيار الأوحد لشعبنا أن يتوحد ونحن ندعو إلى وحدة شعبنا تحت منظمة التحرير الفلسطينية بقواعد سليمة وصحيحة ومهمة ولكن نحن نقول لهؤلاء المجتمعين أي أن كانت هؤلاء إن هذا العدو ونبين لهم من منطلق شرعي أن هذا العدو الوحدة على خيار مقاومته وليس على خيار مساومته لا تنفع معه المساومة ولا تجدي نفعاً ولا تحقق آثار فعلينا إذا أردنا أن نتوحد أن نتوحد على خيار المقاومة وإن شاء الله وأنا أعتقد كما قلت لك أنا ألمس الحقيقة أن إخواننا في السلطة الفلسطينية قد وضعوا أيديهم بدأوا يضعوا أيديهم على الألم ويشعروا بأن كل ما مضى من وقت ومن مفاوضات كانت بالفعل عبثية وإضاءة للوقت لم تجر خيراً كبيراً بعض أعمال المقاومة وحال شعبنا مفرق وحال أمتنا ليس على أحسن حال أدت إلى بعض النتائج خروج عدونا من غزة من جراء المقاومة تردد عدونا في اقتحامات هو من جراء المقاومة بالتأكيد لم تضبطه والكل يشهد وحتى يا إخوان في السلطة لم تضبطه بذلك اتفاقيات فالضفة التي فيها اتفاقيات ألف باجين يجتاحها في كل يوم لأن المقاومة مغلولة أيديها وفي تنسيق أمني واليهود له من أبناء جلدتنا من يبلغ الغاصبون هؤلاء لهم من يبلغهم أول بأول من الذي يعاديهم من الذي يقف في وجههم وكل شعبنا يعاديهم ولكن من يريد أن يقاوم لذلك استفاد الكيان الصهيوني من هذه التفاوض من هذه المصالحة ومن أوسلو استفاد الحقيقة من الضعف ما يمكن قد يكون دخل علينا من خير من جراء ذلك إلغاء اتفاق أسلو أو سحب الاعتراف بما يسمى بإسرائيل أو إدخال حركتين حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية كل هذه الخطوات توقف التنسيق الأمني وأطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية دونها عقبات العصى الأمريكية جاهزة وربما بمختلف الأشكال الآن يتم الحديث دكتور عن وقف المساهمة الأمريكية في منظمة الأونروا والتي تبلغ تقريبا ثلث الحصة حصة الأونروا أو ميزانية الأونروا السنوية العصى الأمريكية لم تكن غائبة في يوم الأيام لا تخوفون العصى الأمريكية إذا اتحد شعبنا واتفق وعامل عندما بدأ شعبنا كان نصفه كان جزء كبير منه يعني الإخوة في السلطة الآن والمنظمة وفتح كان كثير منهم في الخارج وكثير دخل من أبناء شعبنا وهذه ربما من بعض الإيجابيات أن بعض أبناء شعبنا عادوا ولا يوجد في الدنيا مصلحة محظة ولا مفسدة محظة عادوا من اتفاق أسلو الآن نحن أقدر إذا اتفقنا وكنا يداً واحدة بالتأكيد أقدر على الاستمرار في المقاومة والعصى الأمريكية قائمة من قبل وأما بالنسبة لقطع مساعدات في الأونروا فهذا يعني السلاح المفروض وينبغي أن يكون وأنا أعتقد أنه سيكون أن الأمة هي شوف هايداني وهايداني كما يقولون بالحقيقة هذه أموال تأخذ من الدول العربية والإسلامية ومن خلال أمريكا يحول كثير منها إلى الأونروا الأمة ينبغي وتستطيع وهذا أحنا نبغي أن نتكلم أيضاً عن واجب الأمة الأمة تستطيع أن تغطي هذا وشعبنا الفلسطيني رأينا في غزة شعبنا الفلسطيني أحد عشر عاماً محاصرون في غزة ولم يبيع الحرة تموت ولا تأكل بثدييها تموت الحرة جوعاً ولا تأكل بثدييها لا يمكن إذا كان الطعام الذي يأتي بالأونروا والشراب الذي تمد به الأونروا سبب مقابله أن نتنازل عن القدس وأن تصبح يهودية وعاصمة الكيان الصهيوني فلا والله لا خير في هذا الإمداد وعلى الأمة وإذا كانت أمة المليارين اليوم ربما نتحدث فعلاً عن أمة المليارين إذا كانت أمة المليارين بحاجة أو لا تستطيع أن تغطي حاجة فهذه كارهة كبيرة ربما أنت تقول لي أنا أريد أن أستبق أسئلتك ربما أنت تقول لي أن تترى الأمة اليوم وحالها وشتاتها وبعض دول خليج تعلن المقاومة الفلسطينية إرهابية ولكن الخير في هذه الأمة شعوباً وهناك دول خيرة وأنا أعتقد أنه يجب أن يأتي الرد منه وهذا من التكاليف الواقع على عاتق الحكام اليوم أن يأتي الرد من تركيا ومن قطر ومن السودان على حاله إمكاناته يعني ومن كل البلاد ومن دول الخليج ومن أنه إذا كانت الأمريكا تقطع عمدادها ولا تقدمه إلا إذا كانت الكدس عاصمة اليهود فالأمة تمد ويجب عليها أن تمد وحتى من أموال شعوبنا نحن مستعدون لحقيقة أن نجعل أولادنا يأكلوا نصف طعام ونصف شراب وأن يعيش الواحد بوجبة باليوم أو باليومين كما عاش أهلنا في غزة فترة من الزمن بلا حصار نفعل ذلك من أجل أن يقدم كل واحد وهذه دعوة طبعا نتعهدها وندعو إليها أبناء أمتنا لا يمكن أن يكون الناحية المادية هي التي يضيع بها الكدس وربما نغلب عسكريا في الميدان أما أن يكون أن تقطع عنا أمريكا إمدادا نحن نستطيع أن نقاطع أمريكا أنا أدعو إلى مقاطعة وضاعي الأمريكية مقابل هذه الدعوة طيب وأن نحول أرباحها إلى أهلنا في فلسطين مقابل ما تدفعه أمريكا دكتور الجيش الإسرائيلي هناك تصريح لافت للجيش الإسرائيلي بعد التلويح بقطع المساعدات على الأنروا حذر من تداعيات أمنية لهذا القرار كيف تقرأ هذا التحديد؟ بالتأكيد هذا الضغط الذي يشكلوه هم يتوقع أن شعبنا الفلسطيني سوف يستسلم لجوع بطنه بالعكس هذا سينعكس على الكيان الصهيوني أنها ستعود لعمليات الإسرائيلي من جديد نعم إذا قطعت هذه لأنه يعني لا يمكن لن ينفجر شعبنا إلا في وجه الكيان الصهيوني ستعود لعمليات الإسرائيلي وستعود الصواريخ وستعود كل أعمال المقاومة من جراء هذه الجريمة وبالتالي فعلا الكيان الصهيوني ربما يكون أول معترضين على أمريكا أن توقف أن توقف مساعداتها لأنه يعلم أن هذا سينعكس عليه والشعب الفلسطيني إذا ضغطه أكثر سوف يضطر أن يستخدم ما لديه من إمكانيات وكل ما لديه من قدرات نحن أن يدافع عن كرامته وعن حقوقه المعيشية الحديث عن القضية الفلسطينية وعن القدس والتطورات ربما لن تهنتهي يتجدد إن شاء الله الحديث عن هذا الأمر في لقاءات أخرى معكم دكتور نواف أتكر وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور نواف أتكروري مشاهدينا الكرام شكر موصول لكم في ختام هذه الحلقة وإلى اللقاء